يعني ربنا لماذا أنا مش عارفة هل يجوز أسأل ولا لا ليه ربنا يهدي حد زي مثلا حمزة ويهدي حد زي عمر بن الخطاب وما يهديش حد زي أبو لها جميل جميل إنك لا تهدي ولكن الله المشيئة هنا مش كلها لله هي كلها من مشيئة تعود إلى الله ولكن يهدي من يشاء الهداية يهدي الله من يريد الهداية يعني يشاء دي تعود على الشخص على الشخص البداية منك من تقرب إليه شبرا تقررت إليه زراعة ومن تقرب إليه زراعة تقربت إليه بقى وما أنا أتاني يمشي أتيته هر ولا بس البداية إيه ولذلك واحد الناس يقول له هو ما هداش أبو لهاب ليه ليه هذا حمزة والعباسه ما هداش أبو لهاب ما كانش عايزة هديك هو مخلوق جده وربنا نزل الصورة دي ليه لأنه عارف أنه لن يهدى لكن ربنا ما أمروش أنه يكفر يا فندم بدليل أنه بيحول معاه مرة واثنين وثلاث عارفة مات إزاي أبو لهاب يا فندم بعد غزوة بدر وهو خاف أن يروح غزوة بدر بواجهة المسلمين يقوم ربنا يصيبه بمرض بجند من جنوده عامل زي الطعون أعزكم الله بعيد عن حضرتك وعن المشاهدين اسمه العدسة أو العدسة المرض الوحيد الذي لم يوصب به أحد إلا كالرقم واحد في العالم هو أبو لهاب عارفة العدسة عبارة عن إيه يا فندم مرض جلدي والعياذ بالله يتساقط الجلد ويتعفن الإنسان وحي وموعدة وموعدة زي البرس كده والحاجات دي والعياذ بالله فكانوا الناس تأففوا منه ويجروا منه إلى أمات يا فندم وهو في بيته فأولاده تركوه منبوزا وهو ميت حتى تعفن فخافوا أن يعيره شوف ربك موش أنت حريبت حبيبي وحريبت الإسلام والدين شوف أن هعمل فيك إيه بقى عشان يبقى عظة وده مين عم النبي يعني كما ممكن ربنا يقول له عديها بقى ده عم النبي لأ مفيش محابقة عرف عمله يا فندم لما عرفت عرفا خافوا أن يعيره غسلوه إزاي رشوا عليه ماء من بعيد ثم هدموا عليه الجدار فكان قبره هو بيته يا سيد رئيس والعياذ بالله مرة أعرف أن أبو لهب شكله كان وسيم طول عمر الأفلام بتصوره أشعس أخبر كده شرير الشر طلع منه إنما أول مرة أعرف هذه المعلومة أول مرة أعرف طريقة موته وهي طريقة يعني ماشي أعرف فيها يعني فيها انتقام معرفش يعني فيها عيزة فيها عيزة صحيح وفيها عبرة صحيح فيها عبرة إنما فيه درش تحارب ربنا أيوة ويخد بالك يا فندم الأصول إن سيدنا النبي ولد يتيما فأبو لهب دا كان في مقام والده الأصول إن هو حتى لو ما أمينش به يدفع عنه زي أبو طالب أيوة الأصول يقف في ظهره أيوة الأصول لم حد يشتنيه يعني كانت العبرة بسبب إنه مش بس ما أسلمش كفر بيه إنه كان مؤذي جدا وأذى النبي كتير وأذى الناس المسلمين كتير ولم يؤذيه رسول الله قط سيدنا النبي لم يؤذيه قط ولم يتعرض له قط ولم يسبه قط غير مرة واحدة كانوا أبو لهب كانوا متجوزين ولاد سيدنا النبي عتبة وعتيبة كانوا واخدين رقية وأم كلسم ولاد النبي فلما نزل أيوة كانوا ما دخلوش بيهم فالنبي عايز يخلوهم يطلقوهم فأبو لهب قال لولاده إيه تحرموا علي من بلد كده رأسي من رأسيكم وحرامي يعني حد الله بينه بينكم إن ما طلقتوش بنات محمد دلوقت طلقوهم وده للنبي إيه ده ده اللي أنا عايزه ويتجوزوا من يا فندم الاثنين اللي كانت مش عايزيني شابها نقوله إيه زي اللي كان بينفق في النار اللي هي جميلة ولا حاجة أمه جميل أمه جميل دي مش اسمها اسمها أروى بنت حرب كانت هي أشد الناس إذا وبالمرة ربنا جابها معها في الصورة تبت يد أب الله بن وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وعايزها متفع حلقة الوحدة دي بصراحة ومرأته حمالة ومرأته حمالة الحطب في جيدها حبله من المسا دي يعني إيه كانت بتجيب يا فندم حمالة الحطب كانت بتجيب الحطب الشوك وتضعوا على عتبة باب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تؤذي قدم النبي والدم يسيل من عقب النبي صلى الله عليه وسلم فربنا قال ليه مش أنت شيلت الحطب في الدنيا أنا أخليك تشيله في جهنم حمالة الحطب في الدنيا وهتشيله في جهنم في جيدها يعني في رقباتها حبل من مسد يعني حبل من النار مفتول من النار والعيد بالله يعني ده الأخرة ده اللي هيحصل لها في الأخرة إلا الله وأنك رسول الله لدرجة في مرة يا فندي مراتبوا لهاب ومجامل ديت كانت عايزة أقولك عندها جرأة وعندها كده عرفة العين الغريضة بكحة بكحة أيوة عايزة أقول الكلمة دي من بجحتها قالت الله هو أنتم ما قدامنا شغل محمد 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 أنا أخلصكم رغم أني مرات عمه يعني تتشرف به فحملت حجر كبير لأنه كانت قوية وبعدين راحت لبيت النبي عايزة تخبط النبي بالحجر لدرجة دي فما لقادوش لأبو بكر ما لقادوش قال له هتلاقي عند الكعبة فلاقت سيدنا النبي قاعد بجوار سيدنا أبو بكر وسيدنا النبي وابو بكر بيتكلمه مع بعض ما فيش فيه فصل بينهم فقالت له يا أبا بكر أين صاحبك الله ده النبي جنبه والنبي يأتي للقرآن يقرأ القرآن أبو بكر لو ألها جنبي يبقى خربت ولأولها مش جنبي هيا سيدنا دمش شايفاه ولا إيه فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر فالنبي قال له أثبت يا أبا بكر فإن الله جعل بصر زوج أبي لهب أم جميل ترى كل شيء في الوجود إلا محمد مش أعماها هي شايفة كل حاجة إلا النبي وبعدين لما مشت قال له يا أبا بكر أو ما قرأت قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وماشت باعتقول إيه محمدا أبينا ودينه قلينا فسيدنا النبي قل إيه كاتشعرة قال له يا إن الله صرف زمها عني فلم تقل محمد ولكن قالت مزمم شفتي فكان أبو لهب ومراته من أشد الناس عداوة وكاتخت ميت وخاتمة سوء فأنا عايز أنادي على كل عم أنا عايز أسأل حضرتك على كل عم كان من أعمام النبي كان من أعمام النبي العباس وحمزة وقفوا مع النبي وأسلموا وحتى أبو طالب لما كفر كان جنب النبي طيب الرسالة اللي نخدها من هذه القصة إنه هل مثلا إنه الرسائل ممكن تكون بتجيلنا على مدار حياتنا وممكن لا تعود وفي نفحات بتيجي وحاجات بتتبعت أيوة نستغل لها إزاي وإذا ما استغلنا هاش وفضلنا مصرين على المعاصي ومصرين على اللي عارف المسج ربنا أحيانا لولي المسج الأعلى يبعت مسج يبعت انظار عارف الانظار اللي بيجي من المحكمة انظار خد بالك في قضية إلحق نفسك فأبو لأب ربنا ترك له فرص كتير قوي ولم يسلم فكر التفويت الفرص ومع ذلك ربنا منكرمه يا فندم ساب له فرصة في الآخرة أي خفف عنه كل يوم اتنين الجماعة اللي في الحاضر واللي بتجيلهم فرص وممكن يسخروا وممكن يقول لك وانا لو ربنا كان عايز يهديني ما كان هداني ويه الطريق بقى والكلام ده وكمان في حاجة لا بالجمال ولا بالمال ما أغنى عنه ماله وما كسب كان غاني جدا وكان زاكي جدا وكان جميل جدا ما هو جماله منه ما هو عم النبي واخد بالي ومع ذلك ما استغلش الفرصة فديكت مشكلته أو بلوته بلوة كبيرة مصيبته يعني مصيبته أعظم ليه احنا نتمنى نشوف النبي ده النبي ابن أخوه وبيته جنب النبي وهو شاف النبي وعرف ان النبي صادق وهو اللي مربيه يعني كان أولى واحد يدافع يدافع عن النبي يقول لك ده أنا اللي مربيه لكن لا ده كان شديد الإزاء للنبي فكان الجزاء من جنس الايه يا إما تبقى انت كل عم بنادي عليه يا إما تبقى مع سيدنا العباس وسيدنا حمزة أو تبقى في النص زي أبو طالب لا أسلم ما أسلمش بس كان بيدافع وإما تبقى في أقصى الشمال زي ايه زي أبو لهب واحد يقول وهو فين الأعمام اللي زي العباس وزي سيدنا حمزة هقولك وهم فين ولاد الأخ اللي زي سيدنا النبي فعمك ما كان أبو والناس عمتا حتى مش العموم يعني الناس الناس بشكل عام الشباب الرجال بشكل عام ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين يا رب بشك